رحب الآن من ضيفنا من رمالله الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي ومن القدس الكاتب والباحث السياسي لنيسان أهلا وسهلا بكما سأبدأ معك سيد إلي نيسان يبدو أن الاستعدادات باتت جاهزة لعملية اقتحام رفح الآن لكن موضوع المنطقة الإنسانية ما تسميها إسرائيل منطقة إنسانية يعني يبدو حبر على وراء يعني كلام عشوائي غير منطقة حتى الآن لا هي المنطقة محددة وين ولا غير ذلك وبالتالي كيف يمكن لإسرائيل أن تقوم بهذه العملية وسط مليون نازح موجودين متكدسين في رفح أهلا وسهلا مساء الخير أولا صحيح أن هناك تم اتخاذ القرار صحيح أن القرار تم اتخاذه قبل عدة أسابيع ولكن كل مرة تلك أو تعجل هذا القرار ولكن هذه المرة القرار هو تقريبا نهائي سوى أنه ستكون تطورات غير مرتقبة على أرض الواقع مثل توتر إيراني أو مع حزب الله أو غيره ولكن إذا أعطى المستوى السياسي القرار النهائي فإنما القوات الإسرائيلية ستتشتاح هذه المرة إلى منطقة رفح هناك عدة أسئلة في هذا الموضوع صحيح أنه كما تفضلتم أن هناك أكثر من مليون كانوا في الماضي مليون وثلاثمائة أو ثلاثمائة ألف نسمة في منطقة رفح بعد مغادرة القوات الإسرائيلية منطقة خان يونس تم إعادة مائتين وخمسين أو ثلاثمائة ألف من السكان إلى منطقة خان يونس الآن إسرائيل تعمل على إقامة مخيمات في منطقة المواسي وأيضا قامت بإقامة مستشفيات ميدانية في هذه المنطقة وطبعا كل ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين سيتم الطلب منهم لترحيلهم من منطقة رفح إلى منطقة المواسي شريطة أن حركة حماس لا تضع المزيد من العرقيل وتمنع من سكان رفح مغادرة هذه المناطق صحيح أنه كما قلت أن هذه العملية تأجلت إدت مرات أولا بسبب معارضة الولايات المتحدة بحيث الولايات المتحدة تصير على عدم استهداف وهذا شيء طبيعي أيضا عند إسرائيل عدم استهداف سكان عزل وبعد أن وعدت إسرائيل بأنها ستقوم أو تعمل على نصب خيام وقد طلبت إسرائيل أربعين ألف خيمة يتم نصبها خلال الأسبوعين القادمين وبعد أن إسرائيل استجابت أيضا لطلب الولايات المتحدة بعدم الرد السارم على ما قامت بإيران من إطلاق الصواريخ وانتهجت بضبط النفس ووعدت إسرائيل أيضا بإقامة خيام المعارضة التي كانت من جانب الولايات المتحدة هذه المعارضة خفت طبعا سيكون أيضا التنسيق مع مصر بهذا الموضوع بحيث لا يتم اجتياز العديد من السكان من منطقة رفع إلى مصر وبعد إتمام كل التنسيقات أعتقد أن إسرائيل ستقوم بهذه العملية سيد أشرف العجرمي برأيك هل إسرائيل جادة في هذا العمل يعني عندما تتحدث عن لوائين وتتحدث عن استعدادات ومنطقة إنسانية لا نرى لسه حتى الآن أثرها وكما يقول سيد إلي نيسان إسرائيل حريصة على عدم استهداف المدنيين العزل بين قوسين هل فعلا ستكون جادة في عمليتها أو في اقتحامها لرفع برأيك يعني أولا إسرائيل تمر بحالة فشل ذريع على كل المستويات وخاصة على المستوى العسكري هي تفشل في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب وفقط تنجح في شيء واحد تقتل المدنيين الفلسطينيين وستمارس هذا القتل في رفع فقط لا غير وستحصي إسرائيل أنها قتلت 20-40-50 ألف مواطن فلسطيني إسرائيل فشلت في شمال قطاع غزة الذي تقول أنه تمت السيطرة عليه بالكامل والقضاء على كتاب حركة حماس والآخره والآن يتحدثون مصادر إسرائيلية لمصادر أمريكية عن آلاف المسلحين من حركة حماس في الشمال والآن العمليات تتجدد كل يوم تقريبا في منطقة شمال قطاع غزة وفي منطقة خان يونس وفي منطقة شرق خان يونس والآن سيدخلون إلى رفع وستجدد الاجتباكات في رفع إسرائيل فاشلة على كل المستويات وتحاول البحث عن صورة نصر وهذا لا يمكن تحقيقه في قطاع غزة لن تستطيع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليون في قطاع غزة ولن تستطيع القضاء على فصال الفلسطينية بين فيها حركة حماس يمكن أن تقتل عددا منهم ولكن تقتل أكثر عددا أكبر من المدنيين وستبوء كل العملية الإسرائيلية بالفشل وحتى الحديث عن إخلاء المواطنين أنا لا أدري أين سيتم إخلاء المواطنين المنطقة التي يتحدثون عنها من خان يونس حتى أنه صيرات على شاطئ البحر مقتضة بالسكان لا يوجد مكان لمائتي ألف وليس لمليون مواطن أنا أتحدث عن تفاصيل أعرفها جيدا لا يوجد إمكانية لوضع مليون مواطن في هذه المنطقة هي مكتظة منذ أشهر طويلة ولا يوجد مكان متسع للمواطنين هم يتحدثون عن تشريد السكان ليس أكثر ولا أقل وإسرائيل ليست معنية بما يحدث للسكان نحن سمعنا عن الأربعين ألف خيمة ولو فرض أن هذا صحيح وهي حتى الآن غير صحيحة ولكن لو جابت إسرائيل لو جلبت أربعين ألف خيمة وبضعنا في كل خيمة خمسة أفراد إلى عشرة أفراد سيكون مجموعة ما يمكن أن تضعهم إسرائيل من المتين إلى أربعمائة ألف نحن نتحدث عن مليون وأربعمائة ألف مواطن أين سيذهب المليون مواطن في رفع بالتالي العملية مقصود منها تهجير السكان والقضاء على أكبر عدد من المدنيين هذا هو الذي ستقدم عليه إسرائيل وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية شريك في ذلك وشريك بكل التفاصيل طيب هنا نأخذ بعض النقاط ونستكمل الحوار فعادت مدينة رفع إلى واجهة الأحداث مع إعلان إسرائيل بأنها وضعت الخطة لاقتحامها البري وتقع مدينة رفع في جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية ويقع المعبر الحدود الوحيد بين القطاع ومصر في مدينة رفع تقول الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بأربعة كتائب من مقاتليها في المدينة فيما يتعلق بمساحة المدينة فإنها تقدر بحوالي 55 كيلو متر وتصف أو توصف بأنها أكبر مدينة خيام في العالم بسبب كثرة النازحين فيها من الشمال ويقدر عدد النازحين فيها بأكثر من مليون واربعمائة ألف نازح مع سكانها الأصليين هنا سيد إلي نسان فعلا واضح أنه في مشكلة في اقتحام رفع لأنه عنا رفض أيضا مصري وتنسيق مع مصر حضرتك تحدثت عنه لكن مصر ترفض لأنه سيكون في نزوح للسكان بطرفها أيضا ترفض هذه العملية بشكل مطلق يعني لا تنسيق ولا غيره أيضا ستعرقل دخول المساعدات لأنه معبر رفح نحن نتكلم في هذا الإطار وبالتالي الإيجابية التي حصلت عليها إسرائيل من أمريكا في موضوع المساعدات ستنتهي وهذه العملية ستأخذ ست أسابيع شهرين يعني فيه كثير نهيك عن المشاكل العسكرية الأساسية يعني في تنفيذ هكذا عملية أولا ليس فقط أربع فرق هناك في منطقة رفح وإنما العديد من النخبة الذين هربوا من جيش الدفاع من المركز ومن الشمال يتحصنون اليوم في منطقة رفح ولذلك العملية تستمر ليس شهر وإنما ربما ستة أسابيع تفضلت عن قضية المعابر صحيح أن ربما معبر رفح سيغلق بسبب العملية ولكن هناك معابر أخرى يتم إدخال المواد الغدائية إلى منطقة رفح أقول سيد أشرف عزرمي مع الأسف أن كل معلوماتك عندما تقول أن الجيش الإسرائيلي فاشل في عملياته كل معلوماتك هي خطأ وأنا أقول لك لماذا؟ أولا كل المستوى العسكري أو قادة حركة حماس تم معظمهم تصفياتهم وأنت غير داري من هذا ثم معظم الأنفاق التي حفرتها حماس برئاسة يحن وصنوار بأموال باهضة على الشعب الفلسطيني ومعظم هذه الأنفاق تم تدميرها وتفجيرها ثالثا صحيح أنه كانت هناك 24 فرقة من حركة حماس 20 فرقة تم تدميرها تماما صحيح أن هناك بعض الأفراد بشكل فردي الذين يطلقون الصواريخ كما شاهدنا هذا الأسبوع ست الصواريخ التي أتقت باتجاه مدينة ديروت ولكن كل ما يطلق منه يتم تدميره بعد ذلك القوات الإسرائيلية عادت إلى شمال وإلى مركز قطاع غزة سمعني اليوم على سبيل المثال وزير الخارجية المصري عندما تحدث مع وزير إيرلندا الذي هو يخشى من إمكانية اجتياح القوات الإسرائيلية هناك تنسيق مع مصر بعض الموضوع وهناك قوات مصرية هائلة في القسم المصري التي تمنع نزوح السكان من مرفع إلى وهذا هو الهدف من إسرائيل أن أولاً ستكون تنسيق مع مصر بهذا الموضوع بحيث لم يتم نزوح السكان من مرفع إلى مصر وعليه إسرائيل أقول أشرف لا يوجد هناك مليون و400 ألف كما تدعي وإنما فقط مليون وهذا المليون سيتم إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع هذا العدد لأن إسرائيل ليست ضد السكان الأبرياء في قطاع غزة وانت تعلم تماماً أقول الكلام واحد واضح أن لحظة أكمل الجملة عندما تم إطلاق الصواريخ لحظة 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 بس أكمل الجملة عندما تم إطلاق الصواريخ من أين تم إطلاق الصواريخ؟ من أماكن مأهولة في قطاع غزة بمعنى أن حركة حماس تستخدم السكان كدروع بشرية وحركة حماس هي المسؤولة عن عدد الكبير من السكان الأبرياء الذي تم قتلهم ورأينا في بداية الحرب كيف جهاد الإسلامي عندما أتلقى الصواريخ باتجاه إسرائيل وثمنا هذا سقط في غزة صحيح ولكن أيضاً شفنا إسرائيل وهي تقتل حتى المحتجزين الإسرائيليين اللي كانوا عم بحاولة يهربوا وبالتالي أيضاً فيه كان إسراف وعدم تمييز عمليات القصف الإسرائيل لأنه 35 ألف قتلوا و70 ألف مجرين في الحروب تقع أخطاء هذه أخطاء ولا كوارث ولا زرائم ولا شو هذه المعطيات يشروها وزارة الصحة لحركة حماس صحيح لكن خلينا نقول أنه المليون والمليون أربعمائة ألف يعني برضو أرقام كبيرة يعني ما نحاولش أنه نقول أنه ليس تضخيماً ولكن خلينا أسأل أستاذ أشرف باختصار هل فعلاً يعني ممكن هذه العملية أن تنهي حجج إسرائيل على الأقل بأنه فيه قيادات حبسة ويوم موجودة وبالتالي يمكن يكون فيه تعاون أكبر مع اللي ممكن يقبلوا بالنزوح وتوفير مساعدات حتى عودة بناء الميناء اللي يعني توقفت العمليات عبر البحر بسبب قتل الجيش الإسرائيلي لعناصر سنترال كتشن ألا ترى أنه لا ممكن هذه الأمور شوية تغير الوضع على الأرض لا أعتقد ذلك لأنه لو افترضنا أن إسرائيل تريد إكمال العملية من أجل إيصال المساعدات ماذا مع شمال قطاع غزة شمال قطاع غزة تقول إسرائيل أنها مسيطرة عليه تماما ويمكنها إدخال المساعدات عبر معبر إيرز وكارني ومعبر ناحا العوز هناك ثلاثة معابر على الأقل بسهولة يمكن أن تدخل عبرها المساعدات ومئات الشاحنات يوميا بدون أي تعواق ولكن إسرائيل تستعمل التجوية كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين وبالعودة إلى الحديث السيد إلي نيسان لست أنا من أقول أن الجيش فشل هناك إجماع في إسرائيل هناك إجماع أنا أشاهد التلفزة الإسرائيلية هناك إجماع بين الجنرالات إجماع بين المحللين السياسيين يقولون أن الجيش الإسرائيلي فشل لست أنا من أقول ذلك إسرائيل تقول ذلك ويطالبون وقف إطلاق النار لأنهم لا يرون نهاية مظفرة لهذه الحرب ولا يرون أن النصر الذي يتحدث عنه نتنياهو قابل واقعيا بالتالي الحديث هو استمرار لقتل المدنيين الفلسطينيين والإجراء من الحرب ضد الشعب الفلسطيني واجتياح رفح لن يغير كثيرا حتى لو تم تصفية عدد من قادة حماس وإسرائيل لديها سجل طويل في تصفية قادة من الفصال ودائما الفصال تنجح في إيجاد قادة جدد ربما أكثر صلابة من القادة الذين تمت تصفيتهم بالتالي هذه لا تعتبر عملية انتصارها الانتصار الحقيقي لإسرائيل إذا كانت تبحث هو حل سياسي وإسرائيل لا تريد حلا سياسيا والانتصار العسكري غير موجود هذا واهم كبير وسيتحطم في غزة كما تحطم في لبنان وفي كل الأماكن التي دخلت فيها إسرائيل لحرب استنزاف إسرائيل لا تستطيع استموت في قطاع غزة وأنا أعد السيد إلي نيسان بأن إسرائيل ستهرب من قطاع غزة بدون ثمن وستكون خسارتها بالإضافة للعسكرية والمعنوية والسياسية خسارة كبيرة على المستوى الداخلي في إسرائيل لأن هذا الجيس سيفشل في ضمان الأمن لإسرائيل الآن سيد إلي نيسان هنا أعود أتحدث معك طيب طالما في ضوء أخضر أمريكي طالما في استعدادات طالما طالما أن الجيش الإسرائيلي يحقق نجاحات طيب الآن عاد إلى شن عمليات عسكرية في شمال قطاع غزة التي قال أنه نظفها وحررها من كتائب حماس القوية لكن عم نشوف أنه لا في عمليات في قنص ورجعت العمليات بشكل قوي للجيش الإسرائيلي في شمال القطاع طب يعني هل هذا دليل نجاح يعني عودة بعد كلها الست شهر الآن ما زال هناك في عمليات تعود بشكل أقوى إلى شمال القطاع سيدي أنت تعلم تماما أن قطاع غزة هي مدينة ومدن ومخيمات لاجيين والجيش لم يدخل بكل المخيمات اللاجيين على سبيل المتال قبل أسبوع عندما دخل إلى مخيم نصيرات لم يدخل إلى داخل مخيم نصيرات وإنما في حوالي مخيم نصيرات ولكن اليوم بعد إطلاق الصواريخ كما شاهدنا على سديروت لم يكن مفر إلا إدخال الجنود إلى ما تبقى في شمال قطاع غزة وفي مركز قطاع غزة لا توجد قوات منظمة من قبل حركة حماس وإنما أفراد الذين ربما يعودون إلى أماكن الذي تم دفن الصواريخ تحت الأرض وهم يشغلون هذه الصواريخ هذا هو كل ما تملكه حركة حماسي اليوم ولكن عندما تصل إسرائيل إلى ليس فقط أنا أقول إلى رفح والعثور على المقطفين والعثور على يحيى صنوار وهذا ما أريد أقوله لأشرف عندما يقعد الجنيرات عندما يقعد الجنيرات في الاستوديوهات الإسرائيلية وخلافا لكل المتحدثين مثلك الذين يقولون أن الجيش فشل هم يقصتون فقط على نقطة واحدة وهي قضية المخطفين هذه هي القضية الشائكة وليس كما تدعي السيد أشرف أن الجيش فشل الجيش لم يفشل القضية هي فقط بقضية المخطفين عندما يدخل الجيش يجتاح الجيش إلى منطقة رفح ويتم العثور على المخطفين أو على يحيى صنوار ويتم تدمير ما تبقى من قوى العسكرية لحركة حماس عندها ترى أن كل ما فكر به أن الجيش فشل يغير أفكاره لأن هذه الدموقراطية وفي الدموقراطية يجلس أشخاص وجنرالات علىهم وهم يعبرون عن أفكارهم الحرة لا تطبق هذه الأفكار على الواقع ولذلك أنا قلت أن عندما تدخل القوات الإسرائيلية إلى منطقة رفح ربما أفكارهم ستطيب تماما سيد أشرف ما رأيك في موضوع العودة إلى القتال في شمال قطاع بزاح يعني البعض يشبه ما يحدث بأنه معارك صعبة وبالتالي فعلا ممكن أن يكون في بعض من هربوا وعادوا وحرب كر وفر لكن هل يمكن أن يقع الجيش الإسرائيلي في مصيضة في مشكلة إذا دخل رفح ووجد أنه زاد أعداد المسلحين الذين ظهروا فجأة في شمال قطاع ووسطه بتأكيد أولا هذه الفصائل لا تشنوا حربا نظامية يعني ليس جيشا مقابل جيش بمعنى أن إسرائيل تستطيع أن تقضي عليهم وبالتالي تدخل مدينة هم موجودون غالبيتهم الصاحقة في أنفاق تحت الأرض وموجود في أماكن مخفية ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يصل إليها وحتى ما عندما يصل إلى المنطق ينتقلون منطقة إلى أخرى هم ليس جيش نظام على الأرض تستقضي عليهم إسرائيل وبالتالي كل الدعاءات التي تحدث عنها سيد إلي نيسان لا علاقة إلها إطلاقا بالقتال في قطاع غزة هناك آلاف المسلحين موجودين في كل مكان في قطاع غزة ولديهم أسلحة ومخازن سلاح وكل شيء وهذا يظهر بين فينا واخرى حسب قرار هؤلاء وليس حسب قرار إسرائيل وعندما يقررون أن يواجهوا بشكل أعنف سيواجهون وعندما تدخل إسرائيل إلى رفح وتقتل عدد من القيادات أو من كوادر حركة حماس ستجد أنهم ظهروا في مكان آخر بالتالي هذه حرب عصابات وليس حرب بين جيوش نظامية وهذه حرب استنزاف ليس للجيش الإسرائيلي قدر عليها وقد جرب ذلك في جنوب لبنان وجرب ذلك في قطاع غزة قبل عام 2005 واضطر إلى الانسحاب وهو مهزوم وبدون أي ثمن وإسرائيل ستنسحب من غزة مهزومة وبدون أي ثمن سوى الثمن الباهض الذي وقع تدمير قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل عدد كبير من المدنيين ولكن لا أمن وأنا أتحدث عن الأهداف الإسرائيلية نتنيه وضع ثلاثة أهداف لم يحقق منها شيئا أولا القضاء على حركة حماس وهذا لم يتحقق ثانيا الفراج عن المحتجزين ولم يتحقق وثالثا منع تحويل قطاع غزة لتهديد الإسرائيل ولم يتحدق وبالتالي كل الأهداف السياسية الإسرائيلية والعسكرية في قطاع غزة هي فاشلة بامتياز وإسرائيل عليها أن تبحث عن حل سياسي لا يجد سوى حل سياسي لأزمة قطاع غزة والقضية الفلسطينية عموما حل سياسي من حركة حماس حل سياسي من حركة حماس أي حدا يتكلم عن حل سياسي يتكلم عن حل الدولة الفلسطينية والسلطة في أشياء بديهيات نحكي فيها إذا حركة حماس قبلت بالشروط التي قبلتها السلطة الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل وسلاح واحد ونظام واحد هذا يمكن ولكن حركة حماس هي أكبر عدو للسلطة الفلسطينية أكبر عدو أكثر من إسرائيل وإذا كان بإمكان حركة حماس إسقاط السلطة الفلسطينية والحيمنة على الضفة الغربية والحيمنة على الضفة الغربية كما هيونة على قطاع غزة لكانت تقوم حركة حماس بدالك لو لا إسرائيل نهدى شوي يعني السلطة اعترفت ووافقت ولم تأخذ شيء من إسرائيل يعني كمان حماس بتقول هذا الكلام وهذا الكلام الذي قوى حماس في الضفة والأموال التي جاءت بموافقة نتانيا وهي لقوى حماس يعني حتى الآن يعني حماس ظهرت في تركيا بتقول أنه إحنا موافقين ممكن نوافق على دولة وعلى ترك السلاح بس أعطونا أول لأنه شفنا اللي صار مع السلطة الفلسطينية وافقت ووقعت وعملت كل شيء ولم تنفذ إسرائيل بل استمر الاستيطان استمر عمليات الأمنية الإسرائيلية وبالتالي هذا الموقف الإسرائيلي وعدم تنفيذ الاتفاقيات من جانب إسرائيل هو اللي عم بيقوى شوكة حماس على الأرض أليس كذلك أنا أقول لا سيد أشرف أنت تعلم تماما الانتفاضة تانية في قطع غزة وأنت تعلم تماما ما يحدث في مخيم جنين وأنت تعلم تماما ما حدث قبل أسبوع في مخيم نور شمس في فنطقة الكارم هكذا يحدث في قطع غزة كل من يرفع رأسه في قطع غزة ويحاول إطلاق الصواريخ ويحاول كما سمعنا قبل يوم القيام بعمليات انتحارية داخل إسرائيل هذا الأمر لم يحدث لأن هذا كان في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية انتفاضة الثالثة ستكون كارثة على الشعب الفلسطيني في قطع غزة والتمن الذي يدفعه والشعب الفلسطيني اليوم بسبب يحيس نوار والنكبة التي جلبها على الشعب الفلسطيني في قطع غزة هكذا يمكن ربما سيكون في الضفة أنا لا أتمنى هذا الأمر يكون في الضفة لأن إسرائيل تسيطر على مجرية الأمور في الضفة وهي تسيطر أيضا على مجرية الأمور في قطع غزة طيب سيد أشرف هنا برأيك ما الذي يمكن للسلطة الفلسطينية الدول العربية أن تفعله فيما يتعلق برفح أم أنه ممكن يعني وسامحني على هذا الطرح بس أحيانا يجب نكون في بعض الأفكار نطرحها أنه لعلا المعاناة الفلسطينية التي استمرت الآن أكثر من ستة شهر أكثر من مئتين يوم عملية رفح ممكن أن تكون الكاشفة ونقطة النهاية لإدعاءات الحكومة الإسرائيلية أو حتى تحديدا سيد نتنياهو يعني إذا بدأت عملية رفح وبعد أسبوعين ثلاثة أربعة لم يعثر على مختطفين لم يعثر على السنوار هنا سيكون الجيش الإسرائيلي قد وضع نتنياهو في أزمة وفي فخ بينما الشعب الفلسطيني في غزة ما زال يعاني ولكنه سيعاني هنا لا تجد أنه في أيضا ممكن أن يكون تهديد سياسي لنتنياهو نتيجة العملية العسكرية في رفح نحن لا نبحث مصير نتنياهو مصير نتنياهو قد حدد ويقر الشعب الإسرائيلي إسقاطه فور أن تنتهي هذه الحرب وبالتالي هو معني أكثر من أي حدث في الدنيا أن يذهب إلى ما لا نهاية أن يذهب بالحرب ولهذا سيد داعي أن هناك قيادات في حركة حماس ومختطفين وبعد رفح سيذهب إلى المعسكرات الوسطى ومن المعسكرات الوسطى سيعود إلى الشمال ومن ثم بعد ذلك يعود إلى خان يونس ورفح هذه عملية متكررة يبحث فيها نتنياهو عن صورة انتصار لإنقاذ نفسه ولن يحصل عليها في قطاع غزة وبالتالي هذه العملية مقرونة بضحايا كثر وألام كبيرة للشعب الفلسطيني وأنا أقول لسيد نيسان ولكل من يسمعني بأن إسرائيل لم تحصل على الأمن والاستقرار والحياة في هذه المنطقة وبقاء وجودها طالما أن الشعب الفلسطيني لا يحصل عليه طالما نحن لا نحصل على حق دقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والحريتنا والاستقلال لن يحصل اليهود على ذلك ولولا أن يقف العالم مع إسرائيل لزمان انتهت إسرائيل اليوم حتى في الحرب في قطاع غزة لا تستطيع إسرائيل أن تستمر يوما واحدا الجنرات الإسرائيليين يقولون ذلك ولولا الوقوف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بجسور جوية وشاحنات وسفن وامداد على مدار السعب الأسلحة لا تستطيع إسرائيل حتى صد الأسلحة الإيرانية الطائرات المسيرة والأسلحة البدائية التي أرسلتها إيرانيا لإسرائيل بدون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لا تستطيع إسرائيل أن تصبت ليس لديها قضايا في المدفعية ليس لديها قضايا في الصواريخ ليس لديها قبة حديدية ليس لديها شيء إسرائيل ليس الدولة تستطيع أن تستمر في حرب استنزاف مع الفلسطينيين لا إسرائيل ليس دولة والتالي الحل هو سياسي إسرائيل ليس الدولة إسرائيل دولة فاشلة سيد إسرائيل دولة فاشلة ودولة فاقطة دولة دعم الغربي كان هزمة من زمان هذه الكلام واضح سيد إليه لا تمسك كلمة لا 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 نعرف أنه ليس القصد أنه إسرائيل ليس الدولة وأنه لا يعترف الدولة هو الكلام الذي يحكي أنه لا تستطيع أن تستمر في هذه الحرب طيب هذا سيد إليه نساء هذا نسميه استياض في الكلام يعني بتسحب كل من في النص نحن عارفين المعاني والمواقف لكل من يتحدث معنا من ضيوف فخلينا شوي نبدي حشد النية ونحكي بكلام واضح أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحوار من القدس الشكر للكاتب الباحث السياسي إليه نيسان والشكر أيضا لضيفي من رام الله الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرة